أعلنت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السار الرسمي حيث تمكنت الوزارة من ضبط 443 قضية مونية بمضبطات بلغت أكثر من 155 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة حيث تم ضبط 35 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط أكثر من 66 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السار الرسمي للمواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجال البيع بأزيد من مواد البناء تم ضبط 54 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 710 قضايا من بينها 91 قضية خبز ناقص الوزن و88 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت قرابة 126 طن في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير ترجمة نانسي قنقر